يا أهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية عدنا إليكم بسلسلة شخبار هوليوود اللي المفروض تكون أسبوعية شهرية سنوية I don't know الموضوع يعتمد على إيش قديش في أخبار حلو هذا الأسبوع أو الأسبوع اللي بتنزل في الحلقة عموما يا جماعة اسمحوا لي قبل ما نخش على الأخبار أذكركم بقناة الوجيه توك وهي القناة الجديدة اللي افتتحتها قبل شهر تقريبا والمتخصصة في القصص والروايات والسواليف والأشياء اللي كذا إيش نقدر نتكلم فيها بحرية رابط القناة موجود في صندوق الوصف راح تشرفوني وتنوروني هناك والقناة بإذن الله راح ينزل فيها فيديو واحد بشكل أسبوعي واخبط على زر اللايك لو عجبك الفيديو واشترك في القناة لو ما كنتم مشترك فعل جرس تنبيهات تعالي تابعنا على الموقع التواصل اجتماع الدسكورد وتويتش جميع حساباتي برضو في صندوق الوصف غير كذا يلا بينا على الشخبار هوليوود طيب يا جماعة سوبرمان الجديد وصل أخيراً مش وصل يعني وصل نزل لا بدري أقصد أخيراً شفنا له صورة شفنا كيف شكل سوبرمان الجديد وأكون صادق معاكم الصورة غريبة شوية تحس إنو كان واحد يستخدم الذكاء الصناع علشان يشكلها إيش الشكل الغريب هذا غير كذا ليش الممثل مرة يشبه هنري كافل أكان تخلو هنري كافل بدل ما تروح يجيب واحد يشبهه له يعني ليه غير كذا يا جماعة يبدو إن المدير الكبير لدي سي جيمس قان قرر إنو يستخدم بدلة كلاسيكية لسوبرمان البدلة الكلاسيكية مش بطالة بس مشكلتها إنو فيها أندروير من فوق الملابس ياب اتس ويرد مدري كيف سنة الفين وخمسة وعشرين وراح يكون اسم الفيلم سوبرمان وعلى طار الفيرست لوك والنظرة الأولى لايديز أن جنتلمن أقدم لكم كابتن أمريكا الجديد بحلته الجديدة من الفيلم القادم سنة الفين وخمسة وعشرين شوف أنا ما دذنته لاحظته ولا لا بس شوية تعديلات على الصورة هذه ويصير ترين من دبويز يا مخريج إنت متأكد من هذا الخبر ليش فيه ذا الخبر هنا يا مخريج فيلم فاست ان فيوريس الجزء الحادي عشر راح ينزل سنة الفين وستة وعشرين أنا مش مستغرب من إنو بينزل سنة الفين وستة وعشرين ولا الفين وثمانية وعشرين ولا إن شاء الله فالفين وثلاثين أنا مستغرب إنو ليش فيه أفلام الفاست فيوريس باقي يا عد تنزل إلى متى يا فاست ان فيوريس خلاص تعلم متى ترحل يا فن ديزل كامون وخبر جميل لمحبي سلسلة الأفلام الشهيرة ميز رانر أحب أقول لكم يا جماعة أنه راح يتم إعادة إنتاج السلسلة بطاقم جديد وقصة جديدة وعالم مختلف متكامل تماماً وفي حالك ما شفت الأجزاء الثلاثة القديمة لهذه السلسلة أحب أقول لك أنت أمام ثلاثة أفلام بتفيلها حتى يستمتع خذ سكرين شوت لصورة البوسترات هذه ومشاهدة ممتعة وفي حالك ما تعرفون الممثل شانس بيردومو بطل مسلسل جين في المشتق من عالم The Boys الممثل توفي في شهر مارس الماضي وبناء على ذلك قرر صناع مسلسل جين في أنه ما راح يتم استبدال الممثل يعني ما راح يجيبه ممثل يغطي دوره داخل المسلسل إنما راح ينهون دوره داخل المسلسل بمعنى أنه راح يتم التعديل على القصة بطريقة ما بحيث تستمر القصة بعدم وجوده كيف راح يسوه شيء اللي راح يصير أنا مش عارف ولكن اللي تشوفوه يا أمازون أخيراً يا شيخ أخي هرمنا هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية الموسم الثاني من مسلسل سيفرنس بعد انتظار يا رجل كم سنة حيننا ننتظر لا ما نزل أنا آسف لو حمزتك بس خلاص صناع المسلسل يقولوني أنه اتطمنوا يا جماعة صبرتم كثير مع أدبيقل للقليل حرفياً بطل المسلسل قال سيصدر الموسم الثاني في المستقبل القريب إلى حد ما يعني ممكن يقصد شهور ممكن يقصد سنة بس متأكد مش أكثر من سنة أياً كان الخبر المسلسل كان معرض للغاء وكان فيه مشاكل والحمد لله أنه متلاغة لأنه مرق قصة تمثيلها للاهتمام تابع الموسم الأول لو تحب أعمال الخيال العلمي والأعمال اللي فيها لحظة موخ وخليني يلخص لك القصة كده على السريع عشان إيش ما تروح وانت متداريش السالفة قصة مسلسل سيفرنس عن شخص يتم شطر دماغه إلى نصفين مش يقسموه كده وتشوفه لا كده بطريقة ما يتم قسم شخصية ويصد عنده شخصيتين دماغه اليمين شخصية ودماغه اليسار شخصية واللي كان مسوي ضجة وتقييماته مرة عالي في السوشال ميديا الفيلم تقييمه ثمانية من عشرة ولكن أنا للأمانة تابعت الفيلم سبعة من عشرة كحد أقصى بس مش معنات أنه الفيلم سيء لا والله يا جماعة الفيلم مرة ممتع وقدم نسخة من نسخ قوتزيلا المرعبة والمخيفة فعلا قوتزيلا قوتزيلا مو قوتزيلا حق هوليوود اللي يعامل البشر على أنهم مخلوقاته الأليفة لاحظوا أني ما قلت حيوانات ها ما يصلوا إحنا غلط على أنفسنا إيش قلت حالي وبما أننا تكلمنا عن مسلسل جين قبل شوية يا جماعة مسلسل دابويز بموسمه الرابع وصل التريلر تبعه وبتروح تشوف التريلر روح شوفه أنا ما راح حط شي هنا لكن بالنسبة لي يعني أنا حاولت قد ما أقدر إني ما أشوف التريلر ولعل ليش شفتوا يعني صراعا ولعلت نفسي كذا ليش يا أخي خلاص يا أخي انتظر الموسم ينزلوا تحمس ونصدم بكل أحداثه أنويز يا جماعة الموسم الجديد أو الموسم الرابع ما عاد بيقيله أي شيء لو تحب تسوي ريكاب للموسم القديمة بتكون حاجة مرة كويسة في ذا الوقت ومش بس كده غير أنه التريلر نزل والموسم الرابع اقترب موعده أحب أقول لكم أنه مسلسل دابويز تم اعتماد موسم خامس له لاتس جو والممثل جيان كارلو المعروف بدوره الكبير في مسلسل بريكينج باد تم الإعلان رسميا عن انضمامه لعالم مارفل إحنا كنا نسمع من زمان هو بيروح مارفل بيروح مارفل إيش الدور اللي بيعطوه إيش الدور اللي بيعطوه رسميا الآن تم الإعلان إنه راح ينضم إلى عالم مارفل ولكن إيش الدور الله أعلم وذكرت بعض المصادر إنه إيش مارفل تقول لا تخافوا يا جماعة هنعطيه دور مرة رهيب وأصلي إيش قصدهم بأصلي مش عارف هيخترعوله قصة جديدة يعني شخصية جديدة من العدم ما هي موجودة في الكوميك مش فهم كلمة أصلية أهم حاجة يا مارفل سووا اللي تبغوه اعطوه أي دور بعدوه عن المخدرات الله يعطيكم الصحة والآخر وفيلم فالغاي للنجم راين قوسلينجي ما عوصل إلى سالات السينما من أسبوعين أو ثلاثة سابيع تقريبا وقدر إنه يجمع إلى تاريخ هذا الفيديو أكثر من 100 مليون دولار مع العلم إنه ميزانيته وصلت إلى 130 مليون دولار الفيلم كوميديا أكشن وعليه مدح كثير وأراء إيجابية مرة كويسة في السوشال ميديا فلو ما عندك أي خيار في السينما ذي الفترة Go and watch Fall Guy وتم البدء رسميا في تصوير الموسم الثاني من مسلسل وينزدي واللي من المتوقع إنه راح يتم عرضه على منصة نيتفليكس في سنة 2025 وإعلان جديد يا جماعة لواحد من أهم الأفلام المنتظرة والجزء الثالث لسلسلة إكوايت بليس شوفوا بالرغم من أنه الجزء الثالث للسلسلة إلا إنه أحداثه تدور قبل أحداث الجزء الأول والثاني وراح يركز الفيلم على كيف بدأت هذه الكارثة وكيف أصبح العالم صامتا وغير قادر على الحديث وإصدار أي ضوضاء شوف أنا تعبت هنا كل مرة أقول لك تابع يرحم أمك تابع أرجوك تابع لا يفوتك هذا الجزء الأول والثاني حاجة على ضمانتي والجزء الثالث بإذن الله أنه بيكون في نفس المستوى تابع الجزء الأول وتابع الجزء الثاني معت بقي شيء وينزول الجزء الثالث كلها تقريبا عشر أيام وبنشوفه في السينما وفيلم حية جماعة مشتق من لعبة الرعب الشهيرة بوبي بلاي تايم قادم أو قيدة تطوير حيلو طيرت عقول البشر في اللعبة خلونا نطير عقولهم كمان في السينما ليش لا الناس تحيب يطير عقل أصلا عموما الموضوع مرة بدري عليه ولسه الخبر كده ما زال ايش كده يا في فيلم في قيدة تطوير ما حجدري عنه ايش ايش المعلومات ولكن الأكيد أنه في فيلم قيدة تطوير للعبة بوبي بلاي تايم وفيلم كوكب القردة الجديدة جماعة أو فيلم كينغدوم أوف بلانت أوف ايبز وصل إلى صلاة السينما وتقدر الآن تحجز تذكيرتك وتروح تتابعه مباشرة وأحب أقول لك أنه الفيلم عليه أرى مرة حلوة ورهيبة وكويسة ومو غريب على السلسلة لأنني قلت لكم الثلاثة الأجزاء الأولى اللي نزلت لهذا العالم كانت مرة خارقة وقلت لكم تابعوها أكثر من مرة علشان كذا أنا كنت متأكد أنه الفيلم الجديد بيكون حاجة برضو مرتب كوكب الأرض يتم السيطرة عليه بواسطة القردة ويصبح البشر مطاردون بدل ما يكونوا هما المهيمنين في هذه الأرض عموما علشان أريد قديش الفيلم ناجح والناس منتظرينه في أول أسبوع له جمع أكثر من 130 مليون دولار علما أنه ميزانيته بس 160 مليون دولار يعني الأسبوع الجاي كم بيكون حيوصل 500 مليون بالراحة وفيلم جودزيلا وكونغي جماعة وبعد سبعة أسابيع من عرضه في صلاة السينما وبعد ما جمع أكثر من 500 مليون دولار أصبح متاح للمشاهدة بجودات عالية تقدر الآن تروح تتابعوا في التلفزيون في اللابتوب في البي سي في الجوال جوال البانديا محمد النعامي اللي يعجبكم ولشان أكون صادق معاكم أنا مش فانز للسلسلة هذه الأمانة ولني فانز لكونغ ولا جودزيلا ولكن للأمانة كل الأفلام دي دايما تتابعة لما تنزل لأنه فيها كمية أدرينالين وأكشن وخيال علمي وإخراج كذا يعني حاجة بصرية رهيبة لكن قصة دايما تكون القصة فلا تدقيق في القصة خش يستمتع يفلك كم قتال كذا رهيب بين الوحوش وإفقال ومخرج سلسلة أفلام ماد ماكس الشهيرة جورج ميلر يقول أنه مستعد يخرج فيلم ثور الجزء الخامس مش لأنه يحب مارفل ولا لأنه يبغى يجيب فلوس ما شاء الله شبعان ومور طيبة ومخرج منذ الأزل إنما لأنه مرة مؤمن بالممثل كريس هيمسورث ياب بالضبط هذه السنة اشتغلوا مع بعض في فيلم فيريوسا ويقول المخرج جورج ميلر أنه كريس هيمسورث عنده إمكانيات مرة كبيرة إذا ما تم توظيفها بالشكل الصحيح يعيني عليك هياها فضلوا يا مارفل جاكم لين عندكم جورج ميلر اللي يخرج سلسلة أفلام ماد ماكس موخرج مدق دق يوادي يعطيك أكشين يعطيك سينماتوغرافي ايش تبغى يا شيخ بيعطيك فيلم مجنون ما فيها كلام يظبطوا الرجال ما يظبطوا الرجال مارفل خلوا يخرج لنا فيلم ثورة الجديدة وعلى طارق ماد ماكس يا جماعة سألوا المخرج جورج ميلر هل فيه أمل أننا نشوف الممثل الكبير توم هاردي في أفلام قادمة لعالم ماد ماكس وكان رده كالتالي أكيد ولكن لو مشت الأمور بالشكل الصحيح يارب تمشي الأمور بالشكل الصحيح من ما يبغي يشوف توم هاردي في عالم ماد ماكس مرة ثانية والتريلر الجديد للموسم الثاني للمسلسل المنتظر عند بعض الجمهور سيد الخواتم وصل لو تحبوا أن تتابعونا يا جماعة ترونه موجود على اليوتيوب هذا لو الفانز باقي متأملين شيء بعد الكارثة اللي صارت في الجزء الأول ولكن كلنا أمل أن الجزء الثاني يكون فيه تحسين وفيه تصبيقات مع أن الكتاب باين من عنوانه بس ماهو غلط أننا نتمسك بقليل من الأمل وفي المقابل يا جماعة التريلر الأول والرسمي للموسم الثاني من مسلسل هاوس أو آلة تنين برضو وصل حاولت أمنع نفسي والله حاولت أمنع نفسي أني مات أبعد تريلر وتفاجأ بالمسلسل ولكن ما قدرت الله يقلع عم الحماس يا جماعة الحماس عالي جدا لهذا المسلسل والحماس زاد أكثر بعد تصريحات الممثلين وطاقم المسلسل نحن أمام الكثير من الأحداث المرعبة والمشوقة في هذا الموسم ومن الحين حد التوجهك لا تقعد تشغلنا بعدين في تويتر أنا مع الخضر أنا مع الحمر أنا مع الصفر أم مع الزرق من الآن حد التوجهك أنت مع الخضر أم مع السود ولا تغير توجهك أوكي؟ اختر ولائك بعناية لأنه بعد شهر راح تبدأ عرض أولى حلقات الموسم الثاني من أولى التنين اسمح لي أسألك سؤال شاطح شوية إيش أطول مدة تصفيق حصلت لك؟ لا مو تصفيق من أمرة طبوك لا يا شيخ أقصد هتاف تصفيق يعني يوم من اليام كده سويت إنجاز والناس جلست تصفيق لك كم أطول مدة حصلت فيها على كمية من التصفيق؟ خمس ثواني؟ عشر ثواني؟ خمسة عشر ثانية؟ أنا ما حق يتصفاق لأصل ألمم يا حبيبي مخرج فيلم فيوريوسا جورج ميلر وبعد عرض فيلمه في مهرجان كان السينمائي أحب أقولك أن الناس والحاضرين جلسوا يهتفون له ويصفقون له لمدة تجاوزت الخمس دقائق طبعا هذه مش أول مرة تصير دايما في المهرجانات كمية التصفيق هذه تصير بس لازم يكون عندك إنجاز مرة رهيب فيلم رهيب أداء رهيب اللي بقول لكم يا جماعة فيلم فيوريوسا شكله بيكون مرة مرة خارق إلى الآن الفيلم آخذ تقييم مبدئي تقريبا 8.2 من عشرة ورح يعرض بإذن الله بعد عشرة أيام تقريبا في صلاة السينما جهز حجوزاتك من بدري وتابع فيلم ماد ماكس الأول بالمرة عشان تعرف من هي فيوريوسا إذا جاء الفيلم هذا طيب يا جماعة ختاما ركزوا معايا في الكلام هذا لأنه مرة مهم واضح إنه ديزني ووارنال بروذرز طفش ووجدوا إن منافسة نتفليكس مرة حاجة صعبة نتفليكس يا أبو يا مغرزين أم جذورهم إلي آخر الكرة الأرضية صعب تجي تنافسهم فجأة كذا فديزني ووارنال بروذرز اجتمعوا وقالوا يا ولد كيف ممكن ننافس نتفليكس كيف نطيح بها هي وأمازوني اللي يشغلوا أمنا وأبل تيفي استحواذ ما نقدر نستحوذ إيلون ماسكي عمي ما يقدر نستحوذ عن نتفليكس فديزني ووارنال بروذرز قرروا قرار مرة رهيب وتاريخي القرار هذا هو صح إنه يصب في صالح جيوبهم بس برضو يصب في صالحنا إحنا لأنه مو معقول أنا مشترك في 20 ألف منصة وكل شوية ألغي اشتراك في منصة على حسب الهمية ديزني ووارنال بروذرز بالإضافة إلى هولو قرروا إنهم يسووا منصة مشتركة إلى الآن ما تم الإعلان عنها منصة واحدة فيها جميع أعمال ديزني وفيها جميع أعمال وارنال بروذرز وفيها جميع أعمال هولو يعني بتكون مكتبة ضخمة جدا ولكن أن تتخيل قد إيش بتكون منافس قوي جدا لنتفلكس شوف كم في أعمال تحت وارنال بروذرز شوف كم في أعمال تحت عالم ديزني شوف كم في أعمال تحت مظلة هولو شاي شاي بتكون حاجة منارة رهيبة وبدل ما تشترك في 20 ألف منصة لا يا حبيبي شترك في منصة منصتين وخلاص كذا أمورك بتكون في السليم الموضوع لست يحتاج لوقت ولكنه تم تقريبا هذا يمكن واحد من أحلى الأخبار اللي سمعتها في آخر شهر وعطيكم العافية يا جماعة إلى هنا نكون صنعا لهاية الفيديو لا تنسوا تشيكوا على قناة الوجيه تورك موجودة في صندوق الوصف أنا متخصصة في القصص وراح ينزل فيها فيديو واحد أسبوعيا إلى الآن موجود فيها تقريبا خمسة فيديوهات وإذا عجبك الفيديو ما تنساش تضغط على زر اللايك واشترك في القناة وما كنت مشترك فعل جرس التنبيهات وتعال تابعنا لموقع التواصل الاجتماعي والدسكورد وتويتش جميع حساباتي موجودة في صندوق الوصف كم معاكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم